بحثاً عن مواقع جديدة للتصوير نظم منتجو ومخرجو شركات الإنتاج السينمائي الأوكرانيون جولة خاصة في إقليم خرسون بهدف استكشاف مواقع تصوير أفلام مستقبلية عن كل ما وجدوه في التقرير التالي ما زالت جبال خرسون بسخوبها ومنحدراتها ومياهها تجذب المخرجين والمنتجين الفنيين الأوكرانيين الذين انطلقوا برحلة لاستكشاف مواقع تصوير جديدة هذا مكان ممتع للغاية حيث تلتقي ثلاثة عناصر عند الوقوف على حافة المنحدر يمكننا أن نشعر بالهواء والأرض ورذاذ الماء إذا قاموا بتصوير فيلم هنا فهم ليسوا أوائل المصورين حيث صور المغني كوزما سكريابن من قبل فيديو كليب لأغانيه هنا المخرجون الأوكرانيون على يقين أن صنع فيلم رائع لا يحتاج السفر إلى الخارج بدأ يومنا من المياه الجميلة شمال مذهر أمر رائع أن يتاح تصوير لقطات جميلة ليس في الجبل الأسود ولا كرواتيا بل في أوكرانيا وفقا لصنع الأفلان فإن رحلة واحدة على طول نهر دنيبرو تحيي أفضل البشاهد لفيلم تاريخي يوجد في خرسون مواقع فريدة من نوعها ولا يوجد مثيل لها في كل أوكرانيا ولا العالم وهي تضم الصحارة وصخور ستانيزلافسكي والبحر الأسود وبحر أزوف وسيفاش والبحيرة الوردية تم تعليق تصوير الأفلام الأوكرانية مؤقتا في الرابيع بسبب قيود الحجر الصحي إلا أن صناعة السينما عادت لتكتسب زخما مرة أخرى ستعرض المشاريع الفنية في الرابع عشر من سبتمبر حيث تقدم هيئة السينما الوطنية دعما للمنتجين يبلغ قرابة 455 مليون هريفنا بالإضافة إلى تخصيص صندوق احتياطي 55 مليون و100 مليون هريفنا من أجل دعم إنتاج سلسلة من الأفلام الوطنية والثقافية لصالح صندوق الثقافة الأوكرانية على مدى يومين زار المنتجون والمخرجون الأوكرانيون ريمال بيشكوفسكي ومحمية أسكانيا نوفا الطبيعية والبحيرة الوردية وجزيرة بيريوتي